أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لمنهجية الاشتغال بالوثائق التاريخية في إطار حصاص الدعم والخاصة بمستوى الجدع المشترك جميع الشعب برسم الموسم الدراسي 2021-2022 بحول الله إذن نبدأ على بركة الله في قراءة الوثائق المرتبطة بهذه الوضعية إذن الوثيقة الأولى كما تلاحظون عبارة عن لوحتين اللوحة الأولى هي تمثل الاسترلاب واللوحة الثانية فهي تمثل الكارافيلة بالنسبة للوثيقة الثانية وهي عبارة عن نص تاريخي مضمنه ساهمت الكشوف الجغرافية في القضاء على الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها أوروبا في ذلك الوقت وقلبت رأسا على عاقب المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية فقد انتعاشت طبقة البرجوازية التجارية التي ساعدت على هدم ما تبقى من النظم الإقطاعية وامتيازات النبلاء كما أدى الانتعاش الاقتصادي إلى ظهور الانتاج رأسمالي الضخم وأسهمت الكشوف في توسع التبادل التجاري في العالم وأدت إلى استعمال النقض على نطاق واسع المرجع إذن بعد القراءة المتأنية لهتين الوثيقتين إذن نأخذ دائما الوقت الكافي في قراءة الوثائق أو بصرف النظر عن عدد هذه الوثائق تقدر تكون وثيقتين أو أكثر إذن نمر مباشرة للتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب في السؤال الأول هو وضع الوثيقتين في سياق قيمة تاريخي بمعنى أن نحدد الأبعاد التاريخية الثلاثة التي هي الزمن، المكان، الموضوع إذن هنا الموضوع المقصود به الحداث والأحداث المتناولة في الوثائق مع تأطيرها زمنيا ومكانيا ثم الشرح التاريخي لما تحت خط بمعنى أن نعطيه واحد لمعنى تاريخي لمصطلح أو مفهوم أو علم ثم السؤال الثالث استخراج يعني معطيات تاريخية من الوثائق طبعا هنا لدينا جوجة الوثائق ألف من الوثيقة الأولى، الوسائل التي استعملت في حركة الاكتشافات الجغرافية بأ من الوثيقة إثنان، النتائج التي خلفتها الاكتشافات الجغرافية مع تصنيفها والسؤال الرابع والأخير، تركيب الفكرة الأساس للوثيقتين إذن نشرع في الإجابة عن السؤال الأول وهو تحديد السياق التاريخي للوثيقتين إذن بالرجوع إلى الوثيقة الأولى إذن الوثيقة الأولى هي تتناول الوسائل التي استخدمت في الاكتشافات الجغرافية وهي على سبيل مثال الحصر، جهاز الاسترلاب وسفينة الكارافيلة كسفينة شراعية متوسطة الطول، لكنها سريعة وقوية إذن طبعا هذه الوسائل استعملت في إطار وفي سياق الاكتشافات الجغرافية في بداية العصر الحديث، يعني في القرنين، ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد دائما بالنسبة للزمن وكذلك المكان، يعني يقدر يكون صريح في الوثائق بمعنى بين وواضح أو أحيانا يقدر يكون ضمنه وبالتالي لابده من تعبئة المكسسة باش نقطرو ونوضع الأحداث في سياقها الزمني والمكاني بالنسبة للوثيقة اتنان بعد قراءتي، يتبيننا أنها تتناول أهم الآثار أو النتائج التي خلفتها حركة الكشوف الجغرافية أو اكتشافات الجغرافية خصوصا يعني على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي دائما في القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد وكننا عرفوا أن حركة اكتشافات الجغرافية رغم أنها قامت بها الدول الأوروبية ولكن آثارها طالت مختلف أرجاء العالم إذن فالسياق التاريخي سيكون بهذه الصغة أو إحدى الصغتين لأن دائما السياق التاريخي للوثائق يعني تقبل فيه صغتان إما الصغة المفككة أو الصغة المدمجة الصغة المفككة بيعنا أن نحدد الأبعاد التاريخية الثلاث على شكل عوارض إذن هنا الزمان والقرنين الخامس عشر والسادس عشر المكان أوروبا والعالم ثم الموضوع آثار اكتشافات الجغرافية والوسائل التي استخدمت فيها بالنسبة للصغة المدمجة بمعنى أننا ندمجوها هذه الأبعاد التاريخية الثلاث في فقرة ونقول على سبيل المثال من ضمن صياغ أخرى طبعا آثار اكتشافات الجغرافية والوسائل التي استخدمها الملاح الأوروبي في رحلاتهم الاستكشافية ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر إذن بالنسبة للصياغ المدمجة دائما ستكون بكل أبعاد الثلاث حاضرة يعني في الصياغ الآن نأتي إلى السؤال الثاني وهو الشرح التاريخي لما تحتأخذ طبعا بالنسبة للوثيقة إثنان لدينا هنا مفهوم الكشوف الجغرافية والكتشافات الجغرافية ثم البرجوازية التجارية أحيانا تقدر تكون يعني يعني الوثيقة تعيننا في تعريف وتحديد وشرح هذه المفاهيم أو المصطلحات وأحيانا يعني نعبئ المكتسبات إذن دائما الشرح يجب أن يكون دقيقا وصحيحا ولكن أيضا يجب أن يكون مقتضما يعني ما يكونش نوع من الإطناب في عملية الشرح إذن الكشوف الجغرافية يعني هي كل الرحلات التي قامت بها بعض القوى الأوروبية للوصول إلى منابع التجارة البعيدة المدى التي كان يتحكم فيها التجار العرب والمسلمون ثم بالنسبة للبرجوازية التجارية طبعا هي طبقة اجتماعية تشكلت على أنقاض النظام الفيودالي واحتكرت الأنشطة التجارية أساسا مستفيدة طبعا من حركة الاكتشافات الجغرافية وازدهار التجارة الثلاتية والمثلاتية يعني التجارة ما بين أوروبا، إفريقيا والعالم الجديد غربا يعني أمريكا أو ما بين أوروبا، إفريقيا وأسيا شرقا نمر مباشرة إلى السؤال الثالث طبعا يتعلق باستخراج معطيات من الوثائق إذن هنا طبعا ما كان نعبقوش المكتسبات يعني ما كان نوضفوش المكتسبات وإنما يجب أن نلتزم بما هو مطلوب في السؤال وانطلاقا من الوثيقة إذن آلف لاحظوا من الوثيقة واحد الوسائل التي استعملت في حركة الاكتشافات الجغرافية طبعا هنا الوثيقة الأولى تذكر لنا وسيلتان أساسية هما الاسترلاب التي استعملت في الملاحة البحرية لتحديد الوقت وكذلك الموقع العرضي القرب أو البعد من خط السواء ثم الوسيلة الثانية وهي الكارافيلا كنوع جديد من السفن لاحظوا هنا من خلال الوصف إذن فهي سفينة شراعية بالأساس يعني متوسطة الطل رئيسة سفينة ضخمة ولكنها تتميز بالخفة والسرعة وكذلك القوة إذن فالسياغة ستكون بهذه الكيفية إذن آلف من الوسائل التي استعملت في حركة الاكتشافات الجغرافية إذن نذكر الاسترلاب لتحديد الوقت كما قلنا والبعد أو القرب عن خط السواء ثم الكارافيلا كنوع جديد من السفن نمر إلى السؤال بأ إذن المطلوب هو أن نستخرج من الوثيقة إثنان نتائج التي أسفلت عنها الاكتشافات الجغرافية مع تصنيفها إذن خسن حدد طبيعتها أو الميادين التي تندرج ضمنها إذن برجوعنا للوثيقة إثنان يتبايل لنا أن من أهم نتائج الاكتشافات الجغرافية من ناحية أولا الاجتماعية هي ظهور طبقة جديدة وهي الطبقة البرجوازية التجارية إضافة إلى القضاء التدريجي على امتيازات الطبقة التي كانت مهيمة في إطار النظام الفيدالي وهي طبقة النبلة ثم من ناحية الاقتصادية إذن تعاش الاقتصاد أيضا ظهور الانتاج رأسمالي الضخم وتوسع التبادل التجاري إضافة إلى استعمال النقد أو ما يسمى بالمعاملات النقدية التي عوضت المعاملات السلعية إضافة إلى نتيجة أخرى سياسية وهي القضاء على ما تبقى من النظم أو النظام الإقطاعي أو ما كان يسمى أيضا من نظام الفيدالي إذن فالجواب إذن خلفت الاكتشافات الجغرافية نتائج عميقة منها على المستوى السياسي كما قلنا هدم ما تبقى من النظام الإقطاعي اجتماعيا ظهور طبقة جديدة وهي البرجوازية والقضاء تدريجيا على امتيازات النبلة واقتصاديا انتعاش الاقتصاد أيضا لانتاج رأسمالي الضخم وتوسع المبادلات التجارية وانتعاش أيضا المبادلات والمعاملات النقدية نأتي الآن إلى السؤال الأخير وهو تركيب الفكرة الأساس للوثيقتين إذن دائما الفكرة الأساس يجب أن تكون مدمجة لمضمون الوثائق هنا عندنا جوجد الوثائق ثم أن تكون في صيغة جامعة وناظمة لمضمون الوثائق بصرف النظر عن عددها إذن فنقول على سبيل المثال نتائج حركة الاكتشافات الجغرافية والوسائل التي وظفها الأوروبيون في رحلاتهم البحرية في بداية العصر الحديث إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وأن أوفق في تبليغ مضمين وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو السفسارات يمكن لكم أن تتركها لفي التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حين بحلة وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته